هناك قضية بالتربية من شانة المعالي الله يسترها صيحنا وهوسنا وحشينا ويطلع بالإعلام يقول لك المعالي تقول لا أظهر بالإعلام هس المعالي راحت بطريقة وشنا نريد أن نحكي مع المعالي في قضية الطلاب والصفوف المنتهية الآن القرار اللي موجود بالتربية المام امتح النص السنة ما يدخل باكالوريا مثل الآخرين وانتوا تعرفون أنه كانت هناك ثورة وأبنائنا كانوا في الثورة وإحنا كنا نقول لهم وطلعوا للثورة لأن عيب أبنائنا يبقون المدرسة مو عز من الوطن لا الوطن عز من كلش واحتيها على الهواء وأمام الجميع وما قدروا يدومون وما قدروا يمتحنون الآن يراد يا سيد الوزير الجديد أنه هناك أيضا التفات للذين كانوا في التظاهرات ومع أهلهم ومع أمهاتهم ومع أخوانهم أن يدخلون لأن أنت اليوم حكومة جابتكم الثورة الثورة أسقطت حكومة فاسدة وأرادت حكومة جديدة فمن باب الوفاء والعرفان للدماء وللمواقف يجب أن يكون لهؤلاء أولوية ما أريد أن يتبطل المعالي القديمة لا تجاوب ولا ترد وشوف ربك شي يسوي شوف ربك شي يسوي هل نشم يوم أو يخلصا بس الذين يكتبون مواقفا يمكن في يوم واحد والذين لا يستطيعون يمكن أن يظلون عمر بالسلطة عمر بالسلطة هوسنا وصيحنا وسولفنا أو قلنا أخابر السيدة أبو المنافذ الحدودية لأستفهم منه عن شيء ما يرد علي يرد على المكتب الإعلامي يقول له ما أنا ما أطلب الإعلام ليش ما تطلب الإعلام شي يسوي لك الإعلام الإعلام يهدي ليك بناطق رخوة يقال بها وإذا ما أتيت تطلب الإعلام وما تتيت تصرح للإعلام يا أخي هذه جريمة هذه كارثة السكوت على الخطأ مشاركة بالخطأ ما تزلي أس أم أس من خلال شخص آخر أنه أنت ما تقدر وما يقول النائب الفلان يتشذب يا أخي أطلع أنت تقول النائب الفلان يتشذب والمنافذ الحدودية مضبوطة 100% وليقول أكوبوك بالمنافذ الحدودية يقابلني بالتلفزيون الدولة يرادلها زلم بهذا المستوى الزلم هو يقدر يواجه ويدافع عن مؤسسته أهلا به أما الزلم اللي طب يفتحون للباب ويشدون للباب وما يوصل للهواء خلالي يقعد يمرته يقعد يمرته تحصل له الدولة تحتاج إلى رجال وتحتاج إلى قادة من يشعر أنه أهلا لها فكل الأبواب مفتوحت له أما اللي يخاف يواجه الحقيقة أو يقف من أجل الحقيقة لا هذا ما رده المرحلة الجديدة لا تحتمل المرحلة الجديدة يجب أن تكون للرجال أما اللي جايبك مخاصصة أو حاطك هنا لا يشيلك وإذا ما يشيلك إحنا نشيلك فالتبهوا إلى أنفسكم نحتاج إلى رجال يقدمون للوطن ما يرضي الوطن أو شفتوا اللي ما رضوا الوطن أصار بيهم حتى سفرين منعون ترجمة نانسي قنقر